ازايق يا بنات عاملين اين يا رب بتكونوا كلكو كويسين جايبالكو النهاردة وصفة جميلة جدا جدا للوجه وهو قناع البطاطس انا المسمية بصراحة قناع البطاطس يعني دي فكرتي انا جايبالكو يعني حاكتين بس في الوصفة دي حاجة سهلة جدا مكونين اول حاجة هو النشا متواجد دايما في البيوت وتاني حاجة هو البطاطس تمام اول حاجة النشا تبايده كويسة جدا للوجه وكفاية ان هو بيبايد على طول الوش على طول في ساعات هتحطيه وتشيليه تلاقيه وشك بقى ناضر الهالات خفيت شوية علامات الحبوب اه ده غير ان هو يعني بيحتوي على فيتامين اي اللي بيودي اي تصبغ في الوجه اه البطاطس بقى ان هو فعلا بيحتوي على فيتامينات كتير جدا ومن ضمنها فيتامين اي اللي هو برضو بيودي التصبغات وزي النشا برضو البطاطس ده بقى بالنسبالي انا بجد حاجة مجربة جدا يعني بعيد حتى عن النشا البطاطس انا جاء علي فتر كنت عاملة اه يعني فيه كان يعني قناعين كده باستخدمهم واربعض هو قناع اه اشر البرتقون او اشر السفندي اللي بيحتوي على فيتامين سي تمام انتو حتشوفوا الفيديو اكيد حيطلع لكم فوق كده في حرف اه هيطلع لكم يعني في الشريط بتاع الفيديو فوق ابقوا خشوا عليه تشوفوه لاني انا فعلا الاسبوع ده اه عدت اسبوع وبعد كده اعدت اسبوع اه يعني استخدم القناعين دولة مع بعض قناع البطاطس وقناع اه اشر السفندي او اشر البرتقون لان الاتنين فعلا فارقوا جدا في وشي جدا جدا كنت بفرض القناع ده على وشي ورا بعد فعلا كان تحفى جدا 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 اه 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 قناع اشر السفندي او اشر البرتقون اي حاجة وقناع البطاطس كنت بس بفروم يا دوبك كده في المفرومة او با يعني بعمله بس كده في اللي هو المبشرة يعني وبفرضه على وشي عادي بالحصار بالعصارة بتاعته تحت عيني وفوق اه حتى جفني نفسه فعلا كان تحفى جدا 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 واثر في بشرتي بشكل رهيب وما خلاش فيها اي تصبغات او اي حاجة خالص من دي فعشان كده انا البطاطس تجربتي ليه معاه جيدة جدا ومحدش حتى قالي على موضوع البطاطس انا جربته فالبطاطس بدايتي معايا كانت كده بالصدفة فانا ضمت لي النشا لان النشا ده تحفى جدا تمام فبيطلع من البطاطس عصارة على شكل طبعا مية انتي تقدر ان انتي اه العصارة كده اللي هي يعني اللي مبشورة دي ممكن تطلعيها وتاخد انتي العصارة بس اللي هي المية اللي طلعت من البطاطس وتحطي النشا عليها وتخلطيهم مع بعض عادي وتحطيهم على وشي كل طبعا كل ده طبعا هنعملوا دوقتي مع بعض بس انا قلت لكم يعني ايه اقول لكم الفولة ففعلا يا بنات الوصفة دي جميلة جدا 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 ولو استخدمتوها مع قناع السفنزي او البرتقون جميع يا جماعة تحفة والله بيودي الهالات يعني ممكن اقول لكم في خلال يومين ده او القناع بتاع السفنزي او البرتقون لانهما بيحتوي على فيتامين سي بس يعني حاجات تانية اكتر بس بيحتوي على فيتامين سي اللي احنا اصلا بنروح نشتري فيتامين سي جاهز من الصيداليات بتمن غالي جدا فالقناع ده تحفة انتو خشوا شوفوه انا هسابهلكو يعني في صندوق الوصفة او هسابهلكو في الشريط فوق فانتو عموما خشوا شوفوه يعني وان شاء الله هتستبدوا منه ولو عايدين انت عارفوا الوصفة دي انا بعملها وباستخدمها ازاي كملوا الفيديو وكده يا بنات تكون البطاطس بتاعتنا خلطناها في الخلاط وبقت سائل كده لو اخدتوا بالكم هتلاقوا ان ان لسه في حتة كده كبيرة من البطاطس لسه يعني ما تباشتش مع الخلاط ولا اي حاجة خالص من دي انا عن نفسي بحبها جدا في الوصفة ومش بتضايقني وحب ان انا احطها وبحب احط الكتل دي بتاعت البطاطس يعني فبتبقى كويسة جدا في الوصفة وبتعمل مفرول عطول فعالي يعني اه تمام دلوقتي احنا عندنا معلقة كبيرة من النشا اه تمام فطبعا الكمية دي اكيد مش هتيجي مع الكمية دي احنا الكمية دي هنشالها في التلاجة وحنبدأ ان احنا كل ما نبقى عايزين نعمل وصفة النشا والبطاطس نبدأ ان احنا نحط معلقة اه او معلقتين على حسب الكمية بتاعت النشا اللي احنا مستخدمينها ونبدأ نحطها على وشنا يعني اللي هنجهزه كل مرة هو النشا لاننا خلاص جهزنا البطاطس فزي ما قلتلكو احنا هنبدأ نحط معلقة طبعا باينا قوي ان احنا محتاجين معلقة كمان محتاجين معلقة كمان انا شايفة كده ان الخليط كويس ممكن كمان اكون محتاجة شوية من النشا لان انا حطيت معلقتين فالسائل بقت سائل شوية فانا كده حبقى محتاج ان احط شوية نشا وكده يا فانات القوامل الكريمي بتاعنا يكون اه تعمل اه الكريم ده ممكن تحطيه على وشك لحد ما ينشف او تطويل شوية عشان البطاطس يكون اه تكون اتشربت اه لكن انا عن نفسي بعرف ان انا اشيل واخسل القناع من على وشي لما المسك ده ينشف والنشا ينشف خالص اه تاني حاجة عايزة اقولهلكو ان انتو ممكن تستخدموا الوصفة دي يوم ويوم لا او تلات مرات في الاسبوع جميلة جدا وهي لا تستخدموها تحت اه عينيكو للهالات وفوق الجفن ما تقربهاش من العين اه هي مش مؤزية بس طبعا العين هتلتهي بلو جد فيها فانتو تقدر تستخدموها الجفن العين من فوق لان في ناس كتير جدا عندها المنطقة دي غمقى وتبقى احيانا اغمى من منطقة الهالات اللي بتبقى تحت العين فانت تقدر تستخدميها فوق عينك وتاخد بالك من الكمال انت بتحطيها وكل حاجة هتبقى اه تمام استخدميها تحت الهالات عند منطقة الدقن عند منطقة اللي هي اه فوق اه الشفيف الحتة دي احيانا بتبقى غمقى لان في بنات بتزيد منها الشعر اه كلنا يعني مش في بنات اه في بنات فعلا الوصفة دي جميلة جدا وبتفتح وبتنظر الوش بشكل فعلا هايل وعلى طول يعني اول ما بتشيليها بتحسي ان الوصفة اه نجحت الوصفة هايلة جدا جدا تعالوا بينا يلا نحطها مع بعض وبدأت افرد القناة على بشريتي اه بجد تحفة جدا وبحس ان هو بينجز معايا لو عندي اي مناسبة اي حبوب عايزها تخلص بسرعة حاجات بارزة في بشريتي فعلا بتختفي على طول اتمنى ان الوصفة تكون عجباكو يلا اوموا دلوقتي يعملوها لو عندكو اه المكونات بتاعتها ما تنسوش تعملو لايك واشتراك للقناة وتبعت الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا زي من تستفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته